أهلاً مراتكو، الحلقة دي هنتكلم على إزاي نعمل تايتل سيلكشن يعني إزاي نقدر نختار أورون ريسيرش تايتل سواء كان مثلاً لدرجة الماجستير أو الدكتورات الريسيرش تايتل الحقيقة المفروض يبقى له ارتباط بالبروبلم والميجر كوشن والبروبلم ستيتمنت في عدة منتجات ومكونات جوه التشابتر ون اللي هو الانترودكشن أو البروبلم دفنشن واحدة من المكونات دي هي الريسيرش تايتل والريسيرش تايتل أنا بحب إن إحنا في الأول وفي مرحلة مبكرة وفي أول خطوات نحاول نتفق على الريسيرش تايتل علشان كل كونسبت بنشرحه لو أنت طبعاً ماشي معايا بالترتيف الحلقات أو بتحضر معايا المحاضرات كل كونسبت بنشرحه بتطبقه على التايتل ده أو بتطبقه على الموضوع اللي أنت اخترته ده فبتبقى المشكلة إزاي نختار موضوع وإزاي نكتب تايتل أول خطوة تعالى نحاول دايماً نصير التايتل ده في شكل سؤال طب إزاي ممكن يكون السؤال؟ السؤال ممكن يكون في شكل What are the determinants? What are the factors? إيه هي العوامل؟ إيه هي المؤثرات؟ How to measure؟ أو على طول Measuring كذا إحنا عايزين السؤال طبعاً يبقى To the point focused قوي ويبقى feasible يعني سؤال يمكن الإجابة عليه طب كل ده نحققه إزاي؟ تعالى نأول نتفق إنه حاول تحطه في سياغة سؤال حاول تكتبه في سياغة سؤال حاول تظهر إنه هو ده مشكلة البحث اللي بدور عليه إحنا لاحقاً ممكن Research Title أو title بتاع thesis بتاعتك أو الدكتوراه بتاعتك ممكن يبقى الحقيقة يتحول إلى شقين مكونين كبار مكون علمي بيعكس كل المحتوى اللي موجودك هو ولذلك طبيعي إن السؤال الخاص أو title الخاص ب Research درجة الماجستيرات أو دكتوراه إنه يتغير مع تغيره المحتوى بتاع الرسالة صعب شوية وده بعض الجامعات عندنا بتحطه عندنا دي أصد في أماكن متعددة يعني جوه مصر وبرا مصر بتحط restrictions شوية على عدم تغيير الموضوع مش مفروض الحقيقة لإنه أنا كباحث كreseرشر مع الوقت بتعلم زيادة أقرأ literature أكتر بتعرض في literature لأفكار جديدة فبالتالي بتنعكس على تعريفي للموضوع والمشكلة البحثية وبتنعكس على قراءتي للتريتشر وبتنعكس على الديزاين فبطبيعة الحال إنه ينعكس ده على شكل ومحتوى العنوان اللي أنا بتكلم فيه طبعا نهيك إنه later يعني إنه ممكن مع جمع الديتا ومع الاناليسيز ومع الكونكلوجين يحصل شيء من التحديث شوية للعنوان بحيث نضمن عنوان حاجتين كبار إنه بيحقق science بيفت في science صح باش فيه violation للساينس ودى ميزة جديدة وفي نفس الوقت catchy marketing يعني الحقيقة يصح برضو إن مشوف العنوان بتاعك يشديني ما بين آلاف بل ملايين العنوين والرسائل والأطروحات العلمية اللي في التخصص ده أو في الموضوع ده طب تاني مكون إيه تاني مكون بنقولك اختار منتج أو service طب يعني إيه منتج أو service والله هي ممكن تختار مثلا كمبيوتر معين موبايل طب موبايل يعني بالكامل والله هي ممكن series معينة توجه معين service معين طب service زي ايه والله profit or non profit يعني service معينة زي mobile services مثلا وفيها تعدد زي banking services طب أنهي service بالزبط والله يختار زي ما انت عايز انت تقدر تختار اللي انت عايزه بس أنا بقول هنا كل ما كان الproduct أو service قريبا قوي من domain انت بتحبه انت مستوعبه انت بتقدر توصل معاه لقراءة جيدة للمحتوى الخاص به سواء محتوى professional أو محتوى علمي كل مكان افضل طيب فتاني هنا اختيارك للproduct أو service مهم ومهم يبقى very focused product يعني مثلا لو بنتكلم على tablets يبقى tablets اللي من النوع android ولا tablets اللي من النوع windows فحتى تحدد الoperating system طب ايه المكون التاني اللي ممكن يساعدني المكون التاني topic نفسه يعني انت عايز تعمليه على product أو service دي والله انا عايزة is satisfaction انه satisfaction والله الساتسفكشن الخاص به how to use the product أو الساتسفكشن of مثلا service of customer support فانت هنا بنقولك اختار topic امثال مثلا او افكار للتوبيك زي productivity satisfaction retention loyalty كل دي اسماء لأفكار وموضوعات تقدر تختارها طبعا given ان انت بتطلع على الكتب لان في بعض الكتب بيبقى دايما او كتير منها الحقيقة في chapter 1 و 2 بيحطلك بعض افكار لتايتلز وافكار لتوبيك يعني طب ايه المكون اللي بعده بنقولك اختار لين اصناعة كل ما اخترت صناعة او industry بعينها بتشتغل عليها كل ما كان انسب وافضل لان ده بيقول ان انا مثلا في صناعة التليكم ولا في صناعة مثلا ال fmcg ممكن يبقى فيه تشابه احيانا التليكم مثلا ممكن بنعتبارها في وقت ضمن الاي سي تي او لا ده هي الوحدة برا الاي سي تي information communication technology طب ال software ممكن يكون بينتمي لصناعة او صناعة اخرى صناعة المحتوى ولا صناعة التليكم وال الاي سي تي فبالتالي انت بتقدر تختار الصناعة ويفضل جوه الصناعة تختار السكتر يعني مثلا صناعة ال construction كويس ايه في ال construction ال cement لا ال cement بينتمي لل products لا ينتمي حدد لنا بقى طب ممكن ايه اللي يساعدني في التحديد غالبية البورصات وغالبية البلاد بتقسم الصناعات عندها اسماء محددة بتعريف وبتوصيف وبتقسم كل الصناعة على السكتر فتقدر تختار وتحدد ان ال industry في السكتر ده هما اللي بشتغل فيه فبالي المكون التالي اللي هو تقريبا الخامس جي اي او يعني geographical location اختر لنا موقع بعين وهتدرسه مكان هتدرس مثلا بلد او هتدرس مثلا جزء من بلد صعيد بحري ال delta country county مثلا ولاية امارة محافظة مدينة طب ينفع اتنين ينفع اتنين مقارنة ما بين محافظتين مقارنة ما بين بلدين وارد جدا وده مطلوب لان احنا عايزين لما نحدد النطاق الغغرافي هينعكس على مش بس جودة التايتل ده هينعكس على جودة التعريفات واختيارنا للليتريتشر المكون تقريبا السادس والاخير وانا هنا تاني بحدد ان احنا على مستوى التايتل مش اكتر يعني ال customer او segment beneficiary هي مش ال customer اوي هي الحياة ال beneficiary مين اللي مستفيد من ده يعني ال product اللي بنسأل عليه ده وبندور على satisfaction في صناعة ال software اللي ضمن ال information technology وفي بلد زي مصر او في بلد زي السعودية او السودان كويس مين العميل بقى المستفيد بيها والله مثلا الاساميز مين الاساميز دول small and medium enterprises اللي هي الشركات المتوسطة والصغيرة لا النانو لا المايكرو لا العميل او segment اللي من فئة سن خمستاشر سنة الى خمسة وعشرين حدد ال gender حد ال demographics وده اكيد حضرتك او درستوه في اي علم له علاقة به ال demographics او تقسيم الماركت او segmentation في اختار segment طب انا مش موظفين انا في شركتي انا في البنك عندي وانا decision maker وعايز ادرس العمله فعشان كده مش لازم customer beneficiary client العمله اللي هم مثلا ال newcomers او اللي لسه مفتاحوش حسابات بنكية او عايز اترجط مثلا ال plastic money او plastic services فعايز اروح لي non banking client كويس حدد ده على قد ما تقدر لو دمكت ال 6 دول مع بعض واختياراتك فيهم اتحددت وده طبعا ما بيطلعش غير يمكن بعد عدد ال versions والupdates هتبتدي تكون وصلنا لفكرة كويسة فنقدر نقول what are the determinants of mobile windows mobile satisfaction within the industry of software ict industry in egypt for smes او for مثلا teenagers او whatever فده مثال سريع وفي نفس الوقت الافكار متعددة في اختيارك لكل مكون من دول بتنتهي ان عندنا تايتل طب ده اخر version لا ده اول version بنفكر بيه والحلقات والsessions التالية اللي حضراتك هتشوفوها هنبتدي بقى نستخدم التايتل ده ونفصل فيه طب لو لقيت انه فيه جزء مش عارف عامله مش حبه مش داري فوكس بنعدل فدايما عندنا iterations واكتر واكتر شكرا جزيلا ونلتقي في حلقة قادمة واسعد برضو بتعليقاتكم وملحظاتكم شكرا جزيلا مع السلامة